هلأ فيكم بهذا الفيديو اللي حيكون حول خمس أسئلة لازم المريض حطه بباله يعرف الأجوبة عنها وتستشير السيدلاني سواء كان سيدلاني موجود بالكوميونتي فارماسي أو سيدلية المجتمع أو سواء كان موجود بمشفى أو ما كان يكون موجود حتى لو أونلاين على السوشيال ميديا فمأمونية الأدوية هي من الأشياء الجدا مهمة خاصة أنه كل مريض بيكون عم يعاني مثلا من عدة حالات مرضية أو من حالة أو اثنين مثلا وعم يستخدم عدة أدوية فلازم نحن نضمن الاستخدام الآمن والفعال والاقتصادي حتى للمعالجة الدوائية مثل ما شرحنا بفيديوهات ماضية الآن بالنسبة للأسئلة فسؤال الأول أنه شو هو المستخدر الدوائي اللي أنت رح تستخدمه للطبيب وصف لك ياه هل أنت عندك معرفة بالمواد الدوائية الفعال اللي موجودة به المستخدر هاد ولا أنت فقط بتعرف اسمه علما أنه في كتير المرضى يمكن هنلا ما بيعرفوا أنه مثلا هالماد الدوائي الفعال مثلا تكون بارسيتامول مثلا موجودة به المستخدر هاد اللي بيستخدموه بتخفيف أعراض الرشح والإنفالوانزا وموجودة كمان بالبانادول مثلا فلو أخدم مع بعضه يمكن يصير في عنده زيادة بتأثير هذه المادة الدوائية الفعالة وحيانا أثار سمية لو طبعا تجاوز الجرعة المسموح فيها يوميا فنحن هون لازم ننتبه خاصة لو كانت المادة الدوائية إلى هامش أمان ضيق وبالتالي هون أي تأرجح بتراكيز هذه المادة الدوائية الفعالة بالدم رح يؤدي لأثار جانبية خطيرة هلأ لازم نعرف أنه صيدنا إلى دور كتير كبير بتوضيح المعلومات هاي للمريض خاصة أنه في كتير من المستخدرات الدوائية في كتير من الجنريك والبراند ميديكيشنز اللي موجودة بالسوق الدوائية فلازم هو يوعي المريض حولها ولازم نعرف أنه 60% من المرضى أن يسيقوا استخدام المعلومات الدوائية الموجودة على ضمن يعني ضمن النشرات المرفقة بالمستخدرات الدوائية فالمعلومات هاي ممكن للمرضى بيفهموها مثل بعضهم فالخلفية المعرفية الخاصة بكل مريض كمان تلعب دور لازم هون نحط بعين الاعتبار أنه في مرضى عندهم قدرة على الفهم على صيدلاني أو الطبيب حول أحيانا تأثير المادة الدوائية في مرضى ما بيقدروا هنن يفهموا أصلا هذا الدواء لشو عم يستخدموه وكيف لازم يستخدموه تمام فموكل المرضى هنن يعني بنفس السوية المعرفية هلا السؤال الثاني هو أنه المريض هل هو يعني ذكر كل الأدوية يلي هو عم يتناولها سواء كانت OTC Medications أو POM Medications يعني هل الأدوية اللي بتنعطى بدون وصفة طبية والأدوية المعطاب بموجب وصفة طبية وكمان شو هي الأدوية النباتية اللي عم يستخدمها لأنه اللي بصير هون أنه المريض أحيانا ما بيذكر هالشي للصيدلاني وبيكون مثلا صيدلاني عم يصرف له بناء على وصفة طبيب مثلا دواء معين مثلا نقول ديجوكسين مثلا وصار فيه بقى هالتداخل الدوائي بين ديجوكسين مثلا ودواء تاني من أدوية الأوتيسي المعطاب بدون وصفة طبية أو مع نبات طبي فهون بقى اللي بيصير هون هالأخطاء هاي اللي حيانا بتكون يعني قد تسبب يعني أذيات بالمرضى أو تسبب وفيات فهنحن هون لازم بقى ننتبه لازم نعرف أنه حوالي 50% من الأخطاء الدوائية اللي بتصير بالمشافي بتحدث نتيجة أنه المرضى ما هنن يعني أخبروا الطبيب أو السيدلاني أو بشكل عام فريق الرعاية الصحية حول الأدوية اللي بيتناولوها تمام فلازم يذكروا كل شي حتى الكريمات حتى المراهم حتى المتل ما أنا النباتات الطبية اللي بيستخدموها كل شي كل شي يعني لازم يعني يعني يعملوا لستة ويذكروها للطبيب أو السيدلاني الشغلة الثالثة أنك أنت كمريض لازم تعرف أنه قيمتها أنا لازم أغض هاد الدواء فلازم هون نعرف أنه في أدوية بتتاغد بالليل أدوية بتتاغد الصبح في أدوية بتتاغد قبل الأكل بعد الأكل مع الأكل في أدوية بتنعطى ضمن فواصل زمنية محددة فأنت كمريض لازم أنت تعرف شو الدواء اللي انت عم تاخده وهل مثلا عم تاخده مرة واحدة باليوم مرتين باليوم هل هو أنتيبيوتيك فلازم أنت تنتبه للمادة الزمنية اللي عم تنعطى فيها المادة الفعالة ولا شو هو الدواء اللي انت عم تستخدمه مشان هيك نحن لازم كمان كساد لنوضح هذا الشيء أنه قامتا لازم ياغد الدواء فمثلا لو كان هو عم ياغد مدير مثل الفورسامايد فلازم نحن نقول لها المريض هذا اللي بيكون عادة مثلا يعاني من هايبرتينشن أو يعاني من الـ CHF انه مثلا خود هذا الدواء الصبح بكير مشان ما يصير في عندك شو زيادة بعدد مرات التبول ليلا وبالتالي هذا الشيء هي يعمل أرق عند المريض من كل شوي يبدأ يفوت على تواليت وبالتالي هذا الشيء هيزعجه حتى أو يمكن إذا كان مريض أو مريضة مسنين يمكن مثلا بالليل ما يكونوا صحيانين كتير أو يعني يوقعوا ضمن الحمام وبعدين ينكسروا فلازم نحن كمان نعرف هذا الشيء فهي أحد الأشياء المهمة مثل ما قالنا أول شيء أنه هذا المثال حول الفورسامايد أحيانا ممكن أن يكون الدواء هو خافض لشحوم الدم فمثل أدوية الستاتينات هي بتنعطها بالليل فلازم نعرف كل الدواء شلون عم نعطها أحيانا في بعض الأنتي بيديكس بتكون يعني تم تصنيعها بأنه تنعطها مرة واحدة بالليل فهي بتضمن الفعالية العلاجية على مدى 24 ساعة فأنت لو يعني كمريض نسيت الحبة هاي أو المضغوطة هاي أو الكابسولة هاي نسيتها فبالحالة هاي أنت ما عمل تغطية علاجية لمدة 24 ساعة والأنتي بيديكس لازم نحن نعرف أنه ما باللعب فيها يعني فلازم مثلا نعطيها الدواء كل 12 ساعة أو كل 24 ساعة أو كل ما ونتأكد أنه عم نعطها مثلا على فاصل لمدة 5 أيام أو على مدى أسبوع أو 10 أيام ونتأكد مثل ما أنه أنه المريض عم يغض هالدواء هذا ضمن هالفواصل الزمنية المحددة مثل ما أنه نسيان جرعة وحدة فهذا الشيء هيؤدي لتفاقم الحالة المرضية أحيانا أنه ترجع الجراسيم تقوى أكتر وكأنه بتغض هي مثل المناعة تجاه الأنتي بيديك هذا اللي أنت أغطته فلازم يتم الانتباه للشهاد علما أنه مثل هالأشكال الصيدلانية بتفيد أنه بتزيد الأدهيرنس أو التزام المريض بالمعالجة الدوائية لأنه هي عم تنعطها على مرة واحدة باليوم بس مثل ما أنه ننسيها هالحبة هاي أو المضغوطة هاي فهو ما عمل تغطية لمدة 24 ساعة بهالصاد الحيوي كمان أنت كسيدلان لازم توضح السايد افكت الخاصة بالميديكيشنز أو الأدوية وحتى أنت كمريض لازم تعرف شو هي الآثار الجانبية لأنه مثل ما قلنا في مرضى كتير هنين يعني بفتحوا هالمستحضرهات بيقروا النشرة الداخلية اللي فيه بيلاقوا أنه والله هاد الدواء بيعمل مثلاً اضطراب بنزم القلب وممكن يعمل لك مشاكل وإلى خيره بس هو بتكون الحالات هاي يعني مثلاً واحد بالعشرة آلاف أو واحد بالألف ففي كتير مرضى بيخافوا أنه ياخدوا الأدوية أو حتى ما عاد يسمعوا لنصيحة الطبيب أو الصيدلاني حول المعالجة الدوائية فلازم نحن نوضح لأنها الآثار الجانبية هي نادرة الحدوث وأنه أهم الآثار الجانبية الخاصة بهالدوهات هي كذا وكذا وكذا مثلاً عندنا أدوية ACE inhibitors مثل الكابتو بريل أو دور رامين بريل مثلاً أنه هي بتعمل مثلاً سعال جاف كتأثير جانبي شائع لحنا لازم نذكر تأثير الجانبي الشائع لهالأدوية هي بشكل رئيسي وما في مانع نوضح الآثار الجانبية نادرة الحدوث بس لازم نحنا كمان يعني دائماً نعطي المريض المعلومة الإيجابية مع المعلومة السلبية ما بصير أنه نركز فقط على شيء إيجابي أو شيء سلبي لا لازم نعطيه بشكل متوازن وبشكل علمي ومدروس وبما يعني يناسب فهم المريض فنحن هون كسادل إنا دور كتير كبير وفي آثار جانبية لازم نحنا نوضح للمريض أنه إذا صارت معك رجال عنا مثلاً مثل دواء الكاربيميزول فنقول له للمريض إذا انتصار معك التهاب لحلق رجال عنا عصيدلية أو تواصل معنا نحنا كسادل أو طباء خاصة نحن هلأ بجيل كل أدوات التواصل موجودة سواء كانت سوشيال ميديا أو عن طريق السكايب مسلاً أو أي شيء تاني فعن طريق الموبايل أو وتأيفر يعني نحن ففي عنا صار كتير الأدوات للتواصل فأنت فيك تخبر الطبيب تبعك أو الصيدلاني تبعك أنه صار معايا هذا الأثر الجاني، فشو لازم أعمل أنا هل لازم أوقف الدواء؟ ما لازم أوقفه؟ طبعاً هذا الشي بيكون التواصل مع الطبيب المشرف بس سادل لهم دور كبير بمأمونية الأدوية كثير لنا دور هام نحن كسادل سؤال الخامس كمان اللي هو أنه أنا كمريد لو مثلاً نسيت هالأغد المضغوطة هاي أو الحبة هاي مثلاً لنقول مثلاً سيدة بتتناول مانع حمل فموي فلو نسيت تأغد الحبة هاي والمضغوطة شو ده تعمل فشو دورك انت كسيدنا شو دك تحكي لها شو الإفدنس تبعك شو المعلومات اللي عندك حول هالشي هاد لو دواء تاني مثل ما قلنا مثل الأنتيبيوديكس هلا حكينا قبل شوي فكيف انت بدك يعني توضح للمريض شو لازم يعمل فالنا دور كتير كبير بهذا الشي لازم نعرف انه 20 ل 50 بالمئة من المرضى ما بياخدوا هن الأدوية الموصوفة لهم بالشكل الصحيح وبالشكل اللي الطبيب يعني وصف لهم يا فيه وهذا الشي لازم كمان نعرفه لازم نعرف انه الصياد لهم دور كبير كتير بموضوع مأمونية المعالجة الدوائية وما ننسى الاسخدام الآمن والفعال والاقتصاد هي من أهم من أهم أدوار الصيدلاني تمام دائما أنا برجع بعيدهم الاسخدام الآمن والفعال والاقتصادي لانه مثل ما أنا في مرضى ما بيقدر هنا يتحمل تكلفة المعالجة الدوائية فلحنا لازم نشوف لهم شو هي الخيارات العلاجية البديلة شو هي الأدوية الجنريك الموجودة وبنفس الوقت بتكون آمنة وفعالة مو أنه والله أنه الدواء أرخص وما يكون فعال لا إذا كانت هيك ما بدناش وستفدنا يعني تمام طبعا هل المعلومات هي من safeeducation.com وحا أعمل أنا إعادة بسرع على أهم الأسئلة أول شيء أنه المريض لازم يعرف شو هو المصادر الدوائي اللي عم يتناوله لازم يذكر أهم الأدوية اللي عم يتناولها سبعا كانت OTC أو POM medications كمان لازم يعرف أمتى يغد المصادر الدوائي كمان شو هي أهم الآثار الجانبية الخاصة بالدواء ولو نسي تناول جرعة واحدة مثلا من المعالجة تبع شو لازم يساوي هاي أهم الأشياء كنت أنا حابب إلكونيها اليوم بهال Live Event واللي حيكون موجود حتى على اليوتيوب فيكن تترجعون له أو فيكن تابعوني على الفيسبوك على بروفايلي وأنا دائما بعمل Live Videos عن الكثير من الأشياء ليس فقط في فارماسي أو كلينكا فارماسي حتى بآخر الأبداعات والأخبار البحثية وكل شيء العلاقة بمواضيع M-Health وتطورات استخدام أحدث أدوات التكنولوجية بالرعاية الصحية تمام لأنه لحنا عصرنا مختلف تماما عن الشيء اللي كان قبل 20 أو 30 سنة هلأ التكنولوجيا عم تدخل بالرعاية الصحية بشكل كتير كبير تمام فأنا كمان حاشرح أن هذا الشيء مستقبلا بشكل أكبر شكرا لك على المشاهدة ونظروا ونظروا شكرا لك